اخيرا من بعد طول انتظار اقدر اقولوكم ان فرح ناره واليوم ده ما بيجيش غير مرة واحدة في العامة علشان كده ما ينفعش يعدي من غير حمام الصرايا هي دخلت كسم البنات وانا دخلت كسم الرجال واول حاجة بتخش اللوكر تحط حاجتك بعد كده بتاخد دوش حلو واول حاجة بتعملها هناك بتخش السونة بتنشط الدورة الدموية وتطلع منها رائع على الاخر بعد كده تخش بتاخد دوش تاني علشان تطلع على الجاكوزي واللي اكتشافتم وكنتش عارفوا ان الجاكوزي وفيدلي المسان بتاعت البشرة والمفاصل وبيحافز الدورة الدموية بعد كده عملت حمام مغريبي وده حرفين لما اتخلصوا هتحس ان جلدك الميت كله تقشر وبعد كده خدت دوشه حلو وبعد كده اتلقنا على ستيم رون حاجة كده زي السونة وسي كلها بخار ولو مستغرب من اللي انت شفتو فاللي جايه اغرب عمال نطامي مغريبي وبعد كده بتخش تاخد الدوش الحلو انت بتاخد بقى الدوش الحلو ده هتحس ان انت كسمك كله مترطب وناعم وجميل باختصار كده حمام الصراي بيقول لنا كل حاجة اتخيلها امر تخليش هتليها عندنا ومعدة كده دخلت احلى ازا ما انت شايف ولا اتشافت ان اشرف بسم اللي ما شاء الله عليه ايده تتلفف حرير وده اللي هخلينا راح له مخصوص قبل مناسبة كده عايز اقول لك على حاجة مهمة ان انت ممكن تروح هناك تاخد اي باكيج انت عايزه واي خدمة انت عايزة مش لازم تاخد نفس الباكيج كله مع بعض طبعا ايه الكلام نعم يا خالد يعني انا مسلا عايز احلى ومش عايز اعمل جاكوزي ولا اي حاجة اللي انت شفتها دي هروح على الحلقة على طول ده غير كمان ان هو عنده فرعين والاتنين فيهم كسم رجالي وفيهم كسم حريق وبعد ما اشف روع علي في الحلقة الجامدة عملت اتنشر مرحلة تنظيف للبشرة نيجي بقى للرواءان كله كل كومة جماعة والمساجة عندهم كوم تاني خالص للشباب اللي شغال هناك باسم الله ما شاء الله كلها طلعها من تربية رياضية فهيت روع عليك ترويق اهناك وذلك كمان ان عندهم حجامة وخدمات تانية كتير انا ما تكلمتش عنها واعيت اقول لك على حاجة مش لازم تبقى قريف عشان تراوع على نفسك انت ممكن تروح عادي جانا حقك انك تفصل وتراوع على نفسك وبعد كده اخدنا اخر دوشة اخيرا وده اللي ساعتها تحس ان انت رجعت طفل من اول وجديد وبعد اللي انت شفته ده ما فيه سبب واحد ما يخلكش تروح مما الصرايا